اشتركوا في القناة وقالت الخارجية البريطانية في تحذيرها الموجه إلى السياح البريطانيين الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في المغرب انتبه إلى أن الحدود بين المغرب والجزائر تمتد إلى البحر إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جيتسكي فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ ويتي هذا بعد وقعت مقتل مغربيين من قبل الجيش الجزائري في عرض البحر مساء تلثاء المنصر بعد دخولهما رفقة ثلاثة أشخاص آخرين المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية عن طريق الخطأ إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهية للسعيدية ومرسى بن مهدي ويذكر أن ناجيا مغربيا من هذه المجزرة أكد في تصريح له إسفريسا في عقاب الوقع أن القوات الجزائرية تعمدت إطلاق الرصاص الحية عليهم رغم عدم فرارهم مبرزا في تصريحه أن القوات المذكورة لم تصدر أي إنظار صوتي أو تطلق أي أعير نارية تحذيرية تجاههما مشددا على أن القوات الجزائرية بادرت منذ الوهل الأولى لرصدهما إلى التعامل معهم بإطلاق الرصاص الحية والكثيف نحوهما نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء